بناء على توجيهات سعادة سعيد سلطان السويدي رئيسي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أطلقت دارة خدمات الكهرباء بالهيئة حملة لإزالة الموساقات والإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام بمدينة الشارقة تفاصيل الحملة في التقرير التالي مع الجهد الذي تبدله هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتطوير وتوسيع خدماتها على مستوى الإمارة نجد بعض التصرفات السلبية التي تؤدي لتشويه المنظر العام كهذه الملصقات الإعلانية التي قامت إدارة الخدمات بالهيئة بتنظيم حملة لإزالتها خصوصا من محطات التوزيع والممتلكات التابعة لها داعية الجمهور في الوقت ذاته للتعاون معها في رصد الظواهر السلبية ندعو الأفراد إلى عدم وضع المنظقات الإعلانية والتشويه المظهر الخارجي لممتلكات الهيئة وفي حال رصد أي حالة من قبل عامة الشعب ممكن الأبلاغ عنها عن طريق مركز الاتصال 9-9-1 أو الموقع الإلكتروني سوى .gov.ae أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الجولات التفتيشية تستمر على مدار العام لإزالة هذه المنصقات والإعلانات مع محاسبة الأفراد أو الشركات التي تقوم بوضعها سيتم وضع مخالفة 3000 درهم على الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بوضع هذه المنصقات ويشوهون صورتها المحافظة على المظهر العام للإمارة ليست مسؤولية مقتصرة على كهرباء الشارقة فحسب وإنما هي مسؤولية مجتمعية مشتركة